وخلال لقائه مسؤولي شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية التابعة لشركة أوتسوكا اليابانية أكد مدبولي حرص الدولة على تشجيع كل الاستثمارات الجادة وتذليل أي عقبات من أجل تشجيع الشركات القائمة على التوسع في حجم استثماراتها في السوق المصري وتم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة وخلال الاجتماع أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية أن الشركة تعتزم البدء في تشييد مصنع متقدم لإنتاج المشروعات الصحية والمكملات الغذائية في مصر بحجم استثمارات يصل لـ 30 مليون دولار